أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهدفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشاره للتخطط العمرانية وعدد من المسؤولين كما وجه الرئيس السيسي بالتنصيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء وبالنظر إلى أنها تمثل عنصرا أساسيا لتعظيم النتائج وتعزز أيضا من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء حيث تم عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء ومخصصات مياه الرأي ونسبه ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها وجه الرئيس السيسي باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهمته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتنغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع مع لواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية حيث تناول الاجتماع استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وذلك استنهاضا لقدرات الدولة الذاتية كإحدى أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر لأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم قال الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي إن الهجمات الروسية على الأهدف المدنية لا يمكن وقفها إلا إذا قدم شركاء كييف الغربيون الأسلحة اللازمة وأضف زلنيسكي في كلمة له عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية أن المطلوب لإيقاف هذه الهجمات هو الأسلحة الموجودة في مخازن شركاء بلاده والتي ينتظرها الوند الأوكرانيون وشدد الرئيس الأوكراني على أن العالم يعرف ما الذي يمكن أن يوقف الذين يزرعون الموت قال حاكم منطقة دونستيك بافلو كرلينكو إن القوات الأوكرانية تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على بلد سوليدارا والواقعة في دونستيك في شرق أوكرانيا وأضف أن الموقف في البلد صعب للغاية وأن القوات الروسية تتقدم من عدة جهات مؤكدا أن الروس تكبد خسائر فادحة في الأرواح وقال في مقطع فيديو أن سوليدار تحت سيطرة جيش بلاده على الرغم من وجود حرب شوارع وقتال خارج المدينة قال وزير الطاقة الأوكرانية جيرمان جالوشتشينكو إن الأيام المقبلة ستكون صعبة على صعيد الطاقة بعد الهجوم الصاروخي المكثف الذي شنته روسيا على البنية التحدية الحيوية في عدة مناطق وأضف وزير الطاقة الأوكرانية أنه تم قطع الطيار الكهربائي بشكل طارئ عن غالبية المناطق وذلك بسبب القصف مشيرا إلى أن البنية التحتية للطاقة في ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات تظهر الألاف من المعلمين من جميع أنحاء البرتغال في لجبونة بعد عدة أيام من تنفيذ إضرابا جزئيا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة رواتبهم ويطالب المعلمون بأخذ ساعات عملهم الفعلية في الاعتبار وزيادة رواتبهم لمؤكبة التضخم الذي بلغ 7.8% لعام 2022 في أعلى مستوياته منذ 30 عاما يأتي الاحتجاج بعد سلسلة من الإضرابات الجزئية منذ بداية ديسمبر التي أدت إلى إغلاق مؤقت لعددنا من المدارس ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد في سابعة من مساء اليوم مع نظيره المغربي في ثاني مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد وتستمر حتى 29 من يناير الجاري ويطمح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز في اللقاء بعد اقتناص أول نقطتين في المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 مقابل 22 يتصدر بذلك المجموعة السابعة وبفرق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت هي الأخرى فوزا على المغرب بنتيجة 28 مقابل 27 نهاية مجزء التاسعة ونعود الاستكمال البقر فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل